أصحاب البصائر تقدم مواعظ رمضان إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتوا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسي واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلن به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويأفر لكم ذنبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فازه عظيمة أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمر محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وأحبتي من النار أيها الإخوة المؤمنون من بين المواضع التي اخترتها لهذه المواعد المباركة موضوع الصبر وغير خاف عنكم أن الصبر نصف الإيمان وأن الصوم نصف الصبر وآله الصبر بالصيام علاقة وطيدة لأنه دول الصبر ما صام مؤمن ولكن ولكن الصيام يدل على تحليه بالصبر وإيمانه بالله تبارك وتعالى فالإنسان يترك طعامه وشربه وشهوته صابرا محتسبا خالصا لله تبارك وتعالى وابتغاءا لما عنده من الأجر والثواب وكل عمل من أعمال الخير يعطي الله تبارك وتعالى الأجر حسب نوعه إلا الصيام فإنه خاص بالله تبارك وتعالى كما ورد في الحديث القدسي الجليل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به ويقبل هدف القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى في شحن الصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب والصبر والصيام لا يفتلقان لأنه لولا الصبر كما قلت ما سمأ أحد والصبر ينقسم إلى أقسام عدة الصبر على طاعة الله والصبر على معصية الله والصبر على أقدار الله المؤلمة أما الصبر على طاعة الله فمثل الصيام مثلا والصلاة والوضوء إلا لولا الصبر ما تؤدى أحد ولا صلة ولا سام ولا زك ولا حج وهذا معنى الصبر على طاعة الله أما الصبر على معصية الله وهو الصبر على ترك معصية الله لو أن الإنسان تمسك برغباته وشهواته ولم يستحديد الصبر لا خرج عن الدين وعن المين لا ولكن بتحليه بالصبر ترك ما اشتهيه نفسه من الشهوات والمغريات محتسبا لله تبارك وتعالى والله تبارك وتعالى جعل التواصي بالصبر من أركان الفلاح والنجاح فقد قال في سورة العصر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فهذه الآية الكريمة تدل على أن التواصي بالصبر من أسباب النجاة من الخسران فقد أقسم الله تبارك وتعالى في هذه الصورة بالعصر بأن الإنسان كله خاسر وغبي ومغبون إلا من اتصف بأربعات خسال الإيمان بالله والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الصبر ضياء دليل على أن من صبر واحتسب يفوز بالنور والضياء في الدنيا وفي الآخرة ويقول أيضا عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير ولا يكون ذلك إلا لمؤمن إن أصابته صرى شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضرى صبر فكان خيرا له فالمؤمن بين فوزين فوز الصبر بل بين فوزين فوز الصبر وفوز الشكر فعندما ينعم الله تبارك وتعالى بنعمة من النعم يشكر الله تبارك وتعالى على نعمه ويحصل على الأجر والتواب وإذا أصابه بلاء أو امتحان من الله يتحلى بالصبر والاحتساب ويفوز بالأجر والتواب فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم كان خيرا له لا يخلو من الأجر في كلا الأمرين ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الصابرين ومن الشاكرين وأن يغفر ذنبنا ويكفر سيئتنا وأن يتوفنا مع البرار إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أليه وأصحابه أجمعين اشتركوا في القناة